المهندس ألوكيز إياسي العصف أنت في إيدك تحمي الناس السلامة أولاً لأن ما ينفعش أن نحن نكون بنتكلم عن شخص محاسب ونقول له يعني محاسبة نكلم مع شخص مسؤول ومختص بالسلامة نقول له يعني إيه سيفتي لما نقول له يعني في المحاسبة تعرف يعني إيه دائن ومدين صح؟ إيه الفرق ما بين الخطر والخطور الخطر أو المخاطر بنو عليها هازمس أما الخطورة بنقول عليها الرزق المخطرة إيه الفرق ما بين الاثنين؟ إيه الفرق ما بين الاثنين؟ الخطر ركز معاك اللي أنا هقوله لك ده إن الخطر هو أي شيء يمكن أن تدركه حواسك ما هي حواس الإنسان؟ السمع، 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 البصر، السمع، البصر، الإحساس صح؟ لو استشعرت شيء ساخن، كده أنت أدركته بحسة إيه؟ حضرتك شفت واحد بيتعامل مع الكهرباء غير معزولة، أنت أدركته بحسة إيه؟ النظر، أنت بتسمع ضوضاء عالية، أدركتها بحسة إيه؟ السمع، نعم، يبقى إذن الخطر هو ما تدركه حواسك، يبقى إذن تضلب الإدراك، تطلب أن أنت تشوفه، الخطر شيء واقع موجود، الخطر شيء إيه؟ واقع موجود، أنت شايفه، أنت حسه، أنت مضركه، هو ما تدركه حواسك ويمكن أن يؤدي إلى ضرر، الخطر نوعين، الخطر مرتبط بتصرف الشخص اللي جنوا عليه أنصيف أكت، وخطر مرتبط بظروف البيئة اللي بنقول عليها كنديشن، يبقى إذن الهازر ممكن يكون أنصيف أكت، وممكن يكون أنصيف إيه؟ كنديشن، يعني مثلاً لو أنا طلعت على البابوس، لقيت على مرتفع ملوش حاجز، واحد واقف على الحفة، مخاطر مرتبطة بهذه الحالة، من السقوط يعني، السقوط أنت شفته؟ السقوط أدركته؟ لا الذي تدركه بحواسك، فإذا أنت شايف بعنيك، شايف إيه بقى؟ هذا المرتفع من غير ضرر، يبقى نقول عليه أنصيف كنديشن، ظروف غير إيه؟ أما أني كمان شخصي بقى واقف على الحفة، فهذا تصرف غير إيه؟ أنت شفت الشخص وهو واقف، صح؟ نعم شفت المرتفع من غير ضربزين، صح؟ نعم يبقى إذن ده خطر وده إيه؟ أنت في إيدك تحمي الناس، السلامة أولاً